من جنبه أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبدالغفار أن الطالب يحتفظ بحقه في تنسيق وفقاً للدرجة التي حصل عليه أو عليها بعد عملية التظلم فيما يتصل بنتاج التنسيق رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب الذين تقدموا بتظلمات لوزارة التربية والتعليم أي طالب يحصل تغير في النتيجة بخطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم وبيجينا بشكل رسمي الطالب يحتفظ بحقه في التنسيق وفقاً للدرجة التي حصل عليها من وزارة التربية والتعليم